نضم لينا الآن النقد الرياضي محمد الديك تعرف منه بقى على أصداء فوز النادي الأهلي النهاردة على ميدياما الغاني من خلال المواقع الرياضية والصحافة الرياضية من نور نديك حبيبا كابتن ورحبا بحضرتك ومجدد التحية لكابت الموجودين في الستوديو الفروق النهاردة على المكسب المكسب النهاردة دفع معلوية للفترات اللي جاية بتحافظ على الصدارة بتحافظ لتالي ماطش على التوالي على شباق نظيفة في ماطشات صعبة خارج ملعبك من الحاجات الثانية برضو المميزة النهاردة انك انت بتحقق امتصار تاريخي لأول مرة في ملعب غانا في غانا تسع ماطشات قبل كده الأهل لم يوفق لتحقيق الفوز كان قبل كده تتويج في 82 في كماسي كانت عادل على نفس الملعب ده برضو الملعب كان مستر كولر تتكلم عليه في المتبر الصحفي وقال لنعرف الأجواء التاريخية اللي حصلت قبل كده في المطش من الحاجات الثانية المميزة برضو فكرة انك انت بتحافظ على نظافة شباكك طوال المسيرة بتاعتك لحد الوقت 6 مطشات من 7 مطشات السجل الخالي من الهزائم ان شاء الله يستمر الهيات البطولة متعادل 3 مطشات وعندك 4 انتصارات في المشوار بتاعتك لحد الان مرسل كولر بيحق انتصار وقب 13 في 21 مباراة لحد الان في دور الأبطال أفريقيا الصحافة الغانية كابتن بتتكلم على ان النهاردة ميدياما كان عنده طموحات لكن اصطدم بجدار كبير او جدار صعب اسمه النادي الأهلي يمكن نبدأ من غانا سوكر نت بتقول ان امال ميدياما في التأهل لمرحلة المرحلة القادمة تعرضت لضربة قوية بعد هزيمة الأهلي وقالوا كمان ان النهاردة الفريق المعروف بالأصفر بنفسيجي قد بشوت أول كان قوي جدا إلى الفترة القوية او الضربة اللي قتت وخلصت عليهم بالمعنى هدف حسين الشحات وحاولوا في الشوت الثاني إلى اللي ان تقلق مصطفى شبير وخط دفاع النادي الأهلي حالة دون تعودهم لنتيجة الشوت الأول وده كمان بصعب مهمتهم في التأهل لدور الثاني إلى انهم متفسكين بالأمل هم بيتكلموا في فكرة المطش اللي جاي اللي هو بكرة بين شاب الوزداد وينج أفريكانز لو انتهت عادل مع فوزهم هما في المباراة الأخيرة ممكن يديهم فرص فيه بلتيجة المجموعة باقي المجموعة من موقع غانا ويب بيقول ان ميدياما يعاني وقالوا ان النهاردة الفريق كانت لي أكثر من فرصة في الشوت الأول إلى ان هو ما ترجمهاش لفرص لأهداف وقالوا ان الشوت التاني المدرب حاول بالتغييرات اللي عملها بلوزول تيلور وباقي زميلو إلى انهم فشلوا في ترجمة الفرص اللي سلحت ليهم وقالوا برضو ان الفرصة ما زالت قائمة من آخر حاجة معالا في غانا موقع سيتي سبورت أونلاين بيقول ميدياما يخسر قدام الأهلي في كماسي وقالوا ان الفريق بعد اللتيجة النهاردة زي ما هو في المركز الرابع النادي الأهلي حافظ على صدرته وقالوا ان نحن نستنى نتيجة مباراة الغد الصعافة المصرية تكلمت ان النادي الأهلي في جزء منهم تكلم ان النادي الأهلي يعني بنسبة 90% حسب تأهله لدور ربع النهائي وفي بعض الناس تكلمت بشكل واقعي ان النادي الأهلي لسه قدامه مطش يانج أفريكانز تدر ليبدأ من يلا قورة بيقول الأهلي ينامس ربع النهائي وقالوا الحاجة المميزة من النهاردة الأهلي خرج من كماسي بفوز سمين رغم الصعوبات اللي وجدت الفريق بداية من رحلة الطيارة الإرهاق الريابات الموجودة في الفريق كمان الوطن بيقول ان النادي الأهلي النهاردة وضع قدم في دور ربع النهائي وقالوا كمان وركزوا على فكرة تألق مصطفى شبير النهاردة في المباراة وقالوا كمان الظهور الأول له السام العبدي وكان ممكن يسجل هدف في أول ظهور لي وسام أبو علي وسام أبو علي غير اسمه وسام أبو علي اليوم السابع بيقول فوز تاريخي زي ما حضرتك للنادي الأهلي يحقق أول انتصار ليه في كماسي في مختلف المباراة القرية في جول بيتكلم ان النادي الأهلي ركبت الحافظ على سلسلة الله هزيمة في دورة أبطال أفريقيا للمباراة رقم 15 على التوالي من شهر مارس 23 بالزبط صحيح آخر عشر انتصارات أو عشر انتصارات وخمس تعادلات وقال للأهلي يحتاج لقطة تعادل في مباراة يونج أفريكانز لضمان التأهل بس إن شاء الله تبقى ثلاث لقاط علشان تبقى ختام مسك إن شاء الله ده كل اللي كان عندنا كابتن في الصحفة إن شاء الله شكرا ناديك صرفتنا وقالف مبروك للنادي شكرا لحضرتك كابتن شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك